ومباشرة وللحديث حول هذا الحريق الذي نشب في سوق القماش داخل الشورجة في العاصمة بغداد ينضم معنا مرسلنا بدر الركابي أهلا بك بدر وضعنا في تفاصيل هذا الحريق الذي التهم سوق القماش في الشورجة وما هي أسبابه وهل هناك لنقول خسائر بشرية في هذا الحريق نعم زميلتي تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين أتواجد الآن في منطقة الشورجة بالقرب من البنك المركزي حدث حريق في المخازن والمحلات التجارية المجاورة لبناية البنك المركزي هنا وسط العاصمة بغداد الحريق بدأ تقريبا عند ساعة الواحدة ظهرا أو قبل ذلك بقليل ما تزان ألسلة النار مشتعلة لغاية الآن بسبب ضخامة الحريق في المخازن والمحلات التي تحتوي على الملابس وكذلك الأقمشة فرق الدفاع المدني ما تزال متواصلة بعملية إخماد الحرائق رغم اتساعها هناك استخدام لأكثر من خمسة وعشرين عجلة اطفاء من قبل مديرية الدفاع المدني ليخماد الحريق لغاية الآن بحسب المصادر وبحسب أنا أتواجد في مكان الحدث لا يوجد هناك خسائر بشرية الخسائر هي مادية فقد دعيني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث عن تفصيلات هذا الأمر مع ضيفنا في النشرة اللواء كابنبو هن مديرية الدفاع المدني أهلا بك سيادة اللواء ضيفا عزيزا على شاشة التغيير حدثني إذا أمكن عن الحادث وتفصيلاته الحادث وقع في هذا المكان عمارة متصلة مع بعضها البنائة متهالكة وقديمة سقوفة من الخشب مبنية من السندويش بنال والخشب مستخدمة كمخازن خزين عشوائي على سطح البناتين مولدات الكهرباء ملحقة بها خزين من الوقود كل هذا أمر يكون معه احتمالات عصول الحوادث عالي جدا سواء هذا الحادث أو اللي سبقه في هذه المنطقة ولا أستبعد بأنه يتكرر من هذه الحوادث طالما هذه الكيفية موجودة وموجودة على العرض بالتالي لا يوجد هناك أي تطبيق لإجراءات السلام والأمان وهذا ما دفع الحريق إلى اتساعه بهذا الشكل أخي بناية متهالكة مبنية من الخشب وسندويش بنال وخزين فوضوي ابحث الآن عن هذه البناتين إذا وجدت مدفعة واحدة سيكون عناءنا الخاصة لا يوجد أي مقومات للسلام والأمان البناية بحد ذاتها لا تصبح لأن تكون خزين أو مخزن الطاقة بهذه الأثناء الذين نكون معك بهذا البث المباشر نشاهد أن هناك عمليات أطفال غاية الآن الألسن النار ما تزال مستمرة لغايةها وما هي عدد الكوادر المتواجدة لدينا جيوب نارية ما زلنا نكافحة نجحنا والحمد لله في إحطة المكان ابتداء مع صعوبة وصول إمدادات المابسة باقتضاء الطرق كثيرا ما نتوقف لأنه عجلاتنا ما تستطيع الوصول بلوقت المناسب اقتضاء الطرق وهذا موجود تعاون ما زلنا وحدنا نكافح وشير إلى الأخ مدير بلديات الرصافة أيضا حاضر مع جهد من الأمانة عدها ما زلنا وحدنا نواجه النيران مع هذه العقابات خسار بشرين تستجيل الحمد لله لكنه مادية بتأكيد موجودة في ظل هذا الوضع اللي وصفته كمية الخسار تقدر بكم؟ صعب صعب الآن حصل الخسار عفوا مقريبيا صعب 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 لأنه خزين كبير ومخزوناتها تعرف تقيم أثمانها ومن ثم اللجنة يمكن أن تقوم بهذه العملية إلى متى تتوقعون ينتهي عملية إخماد الحريق؟ نحن نجحنا مثل ما قلت لحضرتك بأنه سادة مشاهدين بأنه منعنا انتشار نيران وتشوفون حضراتكم مبنات البنك المركزي على خطوات من الآن الشواغل المشكلة المجاور للمحل الحادث أيضا مبنية بنفس الكيفية فكان خطر يدهم الموقع برمته لكنهم بفضل الله نجحنا في إقافة زعيات النيران ومن ثم بدأنا بزخم كبير بواسط 25 حجر التفاق لبدأ عملية التفاق نواجه صعوبات امدادات ما تتوقف لدينا لأنه اقتضاء طرق وتأخر بالوصول لكن مع هذا الخطر انحسر وما زلنا نكافح ساعترتم ربما بشكل تقريبي على الحادث؟ إن شاء الله عملية ساعتر سيادة اللواء نعم زميلتي كما شاهدتي واستمعتي من سيادة اللواء بأن الأمر الآن مسيطر عليه بعد استمرار الحريق لأكثر من ساعتين واستخدام أكثر من 25 عجلت إطفاء تحاول إخماد الجيوب النارية والسنة النار التي ما تزال مستمرة لغاية الآن يعني بين الدقائق والدقائق أخرى نشاهد هناك نشوب حريق في أماكن متعددة ومتفرقة وما يزال كما تشاهدين من خلف الجهد من قبل الدفاع المدني بالاستمرار بعملية إطفاء الحرائق كان لدي لقاءات مع عدد من التجار هم امتنعوا عن الظهور بسبب ما يعانوهم من الصدمة كون الخسار هي كبيرة جدا بالأموال التي خسره نتيجة لتلف هذه البضاعة فنتحدث عن ألاف الدولارات لربما بسبب كمية الحريق الموجود في هذه المخازن والمحلات ونحن مستمرون لحين الانتهاء من عملية إطفاء الحرائق نعم مراسلنا من بغداد بدر أركابي شكرا لك اشتركوا في القناة